اشتركوا في القناة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لولا هذا الرجل ما قرأتم حديثا عن رسول الله هذا الرجل موسوع آتاه الله حفظا ما لم يؤته أحدا من البشر ابن شهاب اسمه محمد ابن عبد الله وجده اسمه شهاب صموه ابن شهاب وهو من قبيلة زهرة من المدينة المنورة فسموه زهري ابن شهاب الزهري اللي بيقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكيف دونت السنة بيعرف مين ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وارضاه قال كان يسير في المدينة والصحف والألواح معه هو صغير ما كان في لا آيباد ولا كان في كمبيوترات شلوم ما له ريح شلوم ما له جاي حاميل الألواح والصحف يدون ما يسمعه من الصحابة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هو شاف سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه وكثير من الصحابة وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه ولد سنة ثمان وخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة ضلوا لسنة تسعين للهجرة يعني مثل سيدنا أنس ابن مالك أنس ابن مالك يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان لسه يافع هذا بركة ضلوا الناس يأتوا سبعين سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسألونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ابن شهاب الزهري وأتى إلى دمشق لو أن جاء صار يطلب العلم طلب العلم في المدينة وكانت الشام قبلة الدنيا لأن الخلفاء كانوا فيها وطلب العلم قال عنه عمر بن عبد العزيز عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام منه يقول عنه أنس ابن مالك صاحب النبي ما أدركت فقيها محدثا غير واحد فقيل له منه قال ابن شهاب الزهري هذا كلام مين كلام سيدنا أنس ابن مالك عن ابن شهاب وقال عنه الشافعي لو لا الزهري لذهبت السنن من المدينة شو الزلمي هذا هذا الزلمي تعبان على حاله كان الناس كانت الولاد عم تلعب وهو يأخذ الصحف والألواح ويذهب قال المقدمات تدلوا على إيش على النتائج تجي بتشوف واحد على دكتور وقاله قيمت جي بس السيرة الذاتية تبعو تلاقي هذا من وقت ما كان بالصف الأول كان يعطو إيش درجة الأولى بالسادس جاب العلامة التامة بالتاسع التامة إلا علامة بالبكالوريا ناقصه كان مبدع من 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 يوم يومه والناس الفاشلين شوف السيرة الذاتية تبعو كان يقعد بآخر الصفوف حظت لي أربع خمسة حولهم منه وسخرية على الأسادس مقدمات تدلوا على النتائج رضي الله عنه وأرضاه قال دخل ابن شيئهاب على عبد الملك ابن مروان وين؟ بدمشق هذا أحد خلفاء بني أمية وهو من الصالحين قال التقى به أول مرة قال الزهري فسألني عبد الملك هل تحفظ القرآن؟ قلت نعم قال القرآن قال منه؟ قال والفرائط قلت نعم قال والسنن قلت نعم فسألني عن ذلك كله فأجبته قال فقضى عني ديني ما كان في شيء بالحال وأمر لي بجائزة ورزق يجري بالمدينة الله يهني كل إنسان بدعم العلم شافوا إنه إنسان لشو عليك دين؟ هيد دين شو بدك؟ وين ساكين؟ بالمدينة المنورة أم أمر له بعطاء وقال له تفرغ للعلم الإمام الشافعي قال طائلة كلها العبقرين قال لهم أنا بدي هيك 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 كل واحد شوفي عنده يعني نوع من الإبداع يعطيني طلعوا له ببرنامج اسمه ويندوز تعرفوا الويندوز طلع منه والوورد والأصص هي فرغ هذا هي سياسة التفريغ ريح حالك ولك العطاء قال واشترى له قطعة أرض بالمدينة وأعطاه خادما وقال لي أطلب العلم أنت تترك كل شيء ما أريد إياك تشتغل أطلب العلم فإني أرى لك عينا حافظة وقلبا زكيا ثم قال له وَأْتِي الْأَنصَارَ فِي مَنَازِلِهِمْ تروح لعند الأنصار اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء قال الزهري وكنت آخذوا العلم منهم بالمدينة فلما خرجت إليهم إذا فيهم علم جم ليش الأنصار لأنه كانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته ما في شيء حفظته فنسيته وقال الإمام مالك حدثني الزهري بحديث طويل فلم أحفظه فسألته فسألته عنه مرة ثانية فقال لي قد حدثناكم به فقلت بلى فأردت أن أستخريجه فقلت له أما كنت تكتب ما تسمع فقال لا فقلت أما كنت تستعيد فقال لا ليس أنت ما بتكتب قال له لا لسيدنا مالك ابن أنس قال له أنت ما بتكتب كان تلميذ العلم صيد والكتابة طيدوه هلا اللي بيتفرج على البرامج الوثائقية شلون بيصيدوا مثلا إذا بدهم يعني حيوان معين بدهم مصيدة هلا أيام المصيدة بتكون إبرة حطوها على شكل بندقية وبضربوه بتجي الإبرة عليه بتغزو بتخدرو العلم صيد شو بإيش تصيد بالألم والورقة العلم صيد والكتابة قيده صيد أو قيد علومك بالحبال الواثقة قال مالك ابن أنس حدثني الزهري بمئة حديث جبله مئة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم التفت إلي وقال كم حفظت يا مالك آت لنشوف ألا درسناكم اليوم عطيناكم الدرس بعد الدرس شو بدي يطلع شو طريع من كون كم حديث كم فكرة قال كم حفظت يا مالك فقلت أربعين حديثا فوضع يده على جبهته ثم قال إنا لله يعني إنا لله وإنا إليه راجعون كيف نقص الحفظ لك ورحوا الستين رضي الله عنهم وأرضاهم قال سعيد بن عبد العزيز سأل هشام بن عبد الملك الزهري أن يملي على بعض ولده عود الرسل يهم قال فدعا بكاتب فأملأ عليه أربع أربعمائة حديث ثم إن هشاما قال له إن الكتاب قد ضع قال له الكتاب اللي كتبنا فيه الأحاديث كان عنا نسخة قال لنا نحن بعتلنا الرسالة الله يوفقك اللي بعتلي إياها لأنه يعني تفرمت الجهاز عندي قال له أنا درستكم أربعمائة حديث وين راحوا قال قال له والله ضاعت النسخة طيب قال له أمليون عليك مرة تانية قال فأملأ عليه الأربعمائة حديث قال ثم كتبوهن لما طابؤوهم بالنسخة اللي وجدوها بعد أيام قال فوجدتها كما هي حرفا حرفا قد خرجت من فمه طوروا هذا مو قرآن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحفظه بالحرفية رضي الله عنه وارضاه كان فيه خصلة لو كانت في أهل العلم لالتف الناس من حولهم كان مو كريم كان جواد فأنه ما في شي بالحال نالكو أنه قضى عنه دينه من الخريفة مروان بن عبد الملك قال كان يعطي كل من جاءه سائلة وكان يقترض من عبيده سأعنده عبدك وقال له ما عنك شي خمسين ليرة الله يرضى عليك جب لي هون ورخوض كمان مية منها شوفي قال له من نغدي الشباب هذول جايين عم يتعلم ويقترض من العبيد قال وكان يطعم الناس الثريدة ويسقيهم العسل ثريد شو الثريد ثريد يعني الكرديش اللحم مو عم يساوي لهم بطاطاية وقال له كول عم يجب له اللحم واللحم من يوم يومه يعني بده بذل وبده سخاء قيل لابني أخي شهابني الزهري يعني عمه بيكون هل كان عمك يتطيب حط ريحة المسك قال كنت أشم ريح المسك من سوطي سوطي يعني الكرباج من سوطي دابة الزهري يا هيك مشايخ يا شو اللي نايمة في يا هيك مشايخ يا بلا المسك من وين عم يطلع من العصاية من الكرباج اللي بيضرب فيه الدابة هلأ بتشوف واحد شاطر يالته والعباية تبعهم فشية وبده يطلع يعمل لي خطيب جمعة ما بتمشي الحال ما بيمشي الحال سبحان الله هيك أهل العلم كانوا هذا يعني بزماننا شو هلا يعني إذا أنت بتشوف الدركسيون تطلع على الدركسيون تبع السيارة بتشم العنبر هيك بدي يكون الشيخ مرة قلت له الأخ هيك ما حاطة تلفه وجبه الله يعينه بجاه النبي قلت له ليش القلبية تبعك هيك قال لي والله قلت له بتكون لابس قلبية إذا شافك يهودي يقول لا إله إلا الله كون حاطة عطر إذا قال شافك إنسان يهودي يقول اللهم صلي على سيدنا محمد وتشتهي العين منكم منظرا حسنا قال عمرو بن دينار ما رأيت الدنار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري كانت عنده بمنزلة البعري دراهم والدلنير الدهب ما لئيمه شو عطفلان ما يبيت عنده شي ضليت الناس تكدس مصاري تكدس مصاري تكدس مصاري وتشتري وتعمر 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 أم راحوا كلون وين راحوا وين البنايات وين اللي كان عنده بالغوطة واللي كان عنده على طريق مدري إيش وأسواق الخير وأسواق اللي وين راحوا عبدي أدي ما افترضت عليك وعندي لا غرق ولا حرق ولا سرق كان يقول رضي الله عنه وأرضاه فيما يرويه معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة شو الله هلا مثل طلابنا شو بدي يساوي بيقول لك شهر الاعتكاف لا لو دارس ولا هم يحزنون بد يجي يطرز فن البكالوريا بشهر واحد لكن بلحي 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 هلا في أخر الأخوان الكرام كل ما يشوفه سين الماضي كل ما يشوفه قلتني مو عندك بكالوريا قال لي هلا آخر شهر استاذ خلينا هلا إيش يعني إنه مبسيط شفته لما ناجح بس شو ناجح يعني ناجح يعني خليه ناجح ويعيد قال من طلب العلم العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديثا حديثا وحديثين حديثين هذا العلم لك تقعد تتمعن فيه تدرسه هلا اللي بدرسه الرياضيات تعود فهام المسألة ما فهمتها رجع هلا جيب طالب من طلابنا قال له عرف لي الحال باللغة العربية ما بيعني ما بيعني في شو الفرق بين الحال وبين المفعول لأجله زك ما ميفلحوا العلم يدرك حديث حديث يعني كلمة كلمة سطر سطر تفهم تنتقل إلى التي بعدها وكان يقول وكان يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ ونصيب متى ما الواحد طلع على الخطبة إذا طلعت عن الخمسة عشرين دقيقة خلاص صار للشيطان فيها حظ في ناس بتحب عنده شهوة إيش؟ الكلام درس أربعين دقيقة أكتر من هيك صار صار في حظ نفس حب الإنسان يحكي أفضل شيء بالموعظة أخوانا الكرام الاختصار لكن من التطويل كالتي الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم نحن بزمان ناس لأيام زمان كان الست تساوي حلها اللي أدى فيها عشرين كيلو كوسة محشي هلأ جيب أرجل يعني إمرأة موجودة الآن يعني أكتر من خمسة كيلو ما بتطعب إيدها هدول النسوان اللي عم تتزوجه هلها هاي كوسة محشي ما تطلع بإيدها تساويها يطلع قال له ساي بيطين مثل أيهون يا أخف فوق يا مففق ما ملعني قال له أمك ما علمتك لا صلوا متجوز خمسة سنين مسكين ورزم رزريز ومرأة بنحري ومرأة لأت معه ماذا قال قال إذا طال المجلس كان للشيطاني فيه حظ ونصيب وقال آفة العلم النسيان وترك المذاكرة الإنسان اللي يحفظ القرآن بده يحفظ بده يراجع اللي بترك المراجعة شو بيصير فيه بينسه الأطباء المحامين كله بده يراجع يشوف شو الشغل لأن الإنسان بينسه في هذا الزمان وفي كل زمان رضي الله عنه وأرضاه يني توفي في فلسطين بين فلسطين والحجاز وأوصي أن يدفع وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق قال ليمر الناس من أمام قبره فيدعو له زاره أو زار قبره الإمام الأوزاعي وقف أمام قبره فقال يا قبر كم فيك من علم وكم فيك من حكم يا قبر كم فيك من كرم وكم جمعت من روايات وأحكام رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله له من اسمه نصيب ابن شهاب الشهاب هذا فوق شغلة فؤانية سماوية الزهري لأنه من بني زهرة هو اللي دون السنة وبعد منه إجا مالك ابن أناس وأتى من بعده مثل البخاري ومسلم وأخذوا من ابن شهاب الزهري والله بتسمعوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لو لا ابن شهاب ما دونوا ما كنتم تسمعون حديثا عن رسول الله لا في آيباد ولا في تليفون ولا في تسجيل صوتي ولا في مكالمة صوتية كان يحفظوا ويكتبوا ويدونوا ويعلموا هؤلاء هم الرجال أنا هطلب منكم اليوم هيك خلاصة للدرس غير أنه أخذتوا من الشهاب الزهري أنت بعد ما ماتك شو بدون يحكوا عنك إذا هيك نقول فلان الفلاني كل واحد بينها تكون والله يا أخي يا الزلمياد كما دخلوا منها خرجوا ما فيش لا قديش في بشر ما ما ذكرهم التاريخ لا في بشر لعنوا التاريخ لا تذكر تبت يدها أبي لهبن الفرعون وكذا وفلان الفلاني طيب أنت ما بدون يذكروك بخير هيك لو أنه تقدم شيء للبشرية يكون فيه صلاح يكون فيه كفائدة لقى الله يرحمه فلان كان يصلح بين الناس الله يرحم فلان كان مساوي سبيل في المنطقة الفلانية الله يرحم فلان طبع يعني نسخة من القرآن الكريم وكان يوزعوها الله يرحم فلان شو بدون يذكروك قال له شو بدي يتذكر منك يا سفرجيل كل عضب غصال أخوانا الكرام اللي عم يسمعونا برات الشام الاسفرجيل هي أكبر من التفاحة ولكن تجي ناشفة هي طيبها بساو منها مععود ويساو منها وهي أكلي سبحان الله لكنها آسية هذا الزنم الكبير مسكين لما بدون يعضوا يكون حطيط بدلة أسنان ما يحدث هلأ قال له شو بدي يتذكر منك تاريخ شو بدي يتذكرك ابن شهاب صلو ألف واربعمائة وخمسين سنة ميت ألف واربعمائة سنة شوفوا التاريخ شلون مخلده هلا وقاعدين عم نحكي ابن شهاب وشهاب فوق وراح وعلم وكان كريم وكان يطعميهم إيش كرديش اللحم وشربهم عسل كريم بل أبا راح مثل ما راح غيره لكن هذه أخلاق أصحاب رسول الله تعلموها من النبي تعلموا الكرم وتعلموا أنه كمان هلأ سيدي أنت بيشوز ما تصير عالم أنت خمسين سنة لا بيطلع بإيدك لا تقرأ ولا تكتب لكن ساهم في بناء طالب علم عبد الملك ابن مروان شو ساوى قال له تعال شو عليك دين هاي دين شوين ساكن بالمدينة اشتراره اشتراره خادم وقال له وأجرى له عطاء شاني يفرغ نفسه للعلم لا في كتير أنا من طلابنا عباقرة تلاقيه هذا بيحفظ من من أول دقيقة طيب هذا تلاقيه أنه مثلا بالجامعة وعم يدرس وما يعني سبحان الله كل الإنسان بده يسعى في الرزق لك هذا فرغوا هادول اللي بسموهن الأيام في الدولة مثل عنا مثلا اللي بدرسوا بال بال هادول البحوث جيبوا هادول علامات عالية بيقوم بيخصصوا له معاه شخص ليش هذا هذا إنسان عظيم هذا مننا نتعب عليه بكرة بيدرس زرة وبدرس شغلات بصير عبقري هذا بدك تفرغه بدنا نفرغ الطلاب المتفوقين تشتقول ما في عمان عندك من المتفوقين هادول بنا نفرغهم بتتعلموا القرآن الله عز وجل شلون حفظ القرآن وحفظ السنة ما حفظهم بأشياء الكترونية الله جعل بشر مثل ابن شهاب آتاء الله عقلا وعلما ونورا وفهما هؤلاء هم الذين حفظوا السنة لكن إجا من دعمهم ودفشهم لأدام فصاروا عباخرة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع الله يرحمهم ويجمعنا فيهم يوم القيامة هدول مثل ابن شهاب الزهري هذا ما لازم تنسوه في كتير من نحكي عنهم لكن في ناس ما بدون ينتسو أبدا من ذاكرتكم ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعفو عنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة